أول دراسة جديدة من نحة الدراسة لأول مرة بترسل تطورات الأوضاع بتاعة الشباب العربي خاصة في السنوات الأخيرة وموقفه منها إيه؟ وفي ذات الوقت وضعيته إيه؟ فكره إيه؟ توجهاته إيه؟ إيه اللي بيعاني منه؟ الدراسة كشفت السطار إن الشباب العربي بيواجه عواصف عاتية مدمرة جدا هتأثر على المنطقة العربية باعتبار أن الشباب العربي يمثل مستقبل المنطقة العربية وقالت بالحرف الواحد أن الشباب ده بيواجه ليس عاصفة فقط لغير ولكن بيواجه شبح الانيار والهزائم والضمار خلال الفترة القادمة المصيبة هنا أن غالبية الحكومات العربية مع الأسف متخلفة تكنولوجيا متخلفة في مجال التكنولوجيا الإنسانية الشباب العربي غرق في الأفكار العابرة للقرات النتيجة أصبح لوحده بيواجه شبح السقوط والانهيارات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم معكم أحمد عبدالهادي من قناة مصر المصيبة اللي احنا بنعانيها حاليا أن الحكومات العربية والأجهزة الأمنية بتحاسب الشباب العربي على أي غلطة يرتكبها فوق صفحات السوشيال ميديا من غير ما تدرك لأنها متخلفة تكنولوجيا من غير ما تدرك أن الشباب العربي أو الجيل الحالي في المنطقة العربية هو الوحده بيواجه طوفان طوفان لا يعلم مداء إلا الله طوفان أفكار طوفان عصابات طوفان مافيا تجارة غير عادية تجارة في الممنوعات الدرك ويب الدب ويب كل اللي بيحصل على مستوى الممنوعات كلها الشباب العربي بيواجه الحالة دي الحكومات العربية والأجهزة الأمنية العربية كل اللي بتعمله أي حد بيتجاوز يمين أو شمال بتلقي القبض عليه وبتحكمه قطر الله خيركم طب العلاج من المنبع لأ أبو أخذها لا ساعتك احنا مش نقصين تصدق دماغ طب الشباب ده أساسا كل الأباء بتوعه والوالدين بتوعه متخلفين تكنولوجيا وبالتالي الأبناء نزلوا نزلوا أعماق السوشيال ميديا لوحديهم بينما هناك مليارات الدولارات التي يتم انفقها لتوجهات الرأي العام العرب وتوجهات الرأي العام الدولي وقيادة طيار عام جارف جدا في مواجهة الأفكار العربية أو محاولة سحب الشباب العربي في وجهة لا يعلم مدها إلا الله النتيجة الوالدين ما يعرفوش حاجة الحكومات العربية ما تعرفش حاجة الأجهزة الأمنية العربية ما لنهاش أي علاقة باللي بيحصل ده هي بتطبق القانون و هي برضو معزورة النتيجة إن أولادنا بيواجهوا هذه الكارسة لوحديهم شوفوا حضراتكم أخطر دراسة عملتها مؤسسة فردريش إيبرت الألمانية الدراسة دي بتعتبر هي الأولى من نوحها عالميا من حيثه الحجم والعمق وتنوع أبعاد المعالجة لأوضاع الشباب في العالم العربي وبتكشف السطار عن واقع الشباب العربي المرير واللي وصفته بأنه هو واقع مليان بالمعاناة ووصفت الجيل الحالي في المنطقة العربية بأنه هو جيل محروم وواقع تحت سيطرة أزمات مركبة الدراسة دي تم إعدادها طبعا في حوالي 400 صفحة ومعاها ملحط من 70 صفحة بيتضمن معلومات طبعا كتيرا عن نظام الأبحاث والاستطلاعات اللي شملت 12 ألف شاب وشابة بتتراوح أعمارهم ما بين 16 سنة لحد 30 سنة في 12 دولة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكان من بين الدول في المنطقة دية اللي أجريت فيها الدراسة مصر الجزائر العراق اليمن الأردن لبنان ليبيا المغرب فلسطين السودان سوريا تونس شارك في الدراسة دية 11 ألف باحث وباحثها ألماني ثم شارك في الدراسة طبعا زي ما قلت لحضراتكم أكتر من 11 ألف باحث وباحثة والدراسة قالت أن التحولات بدأت في حياة الشباب العربي بدءا من 11 سبتمبر 2001 والغزو الأمريكي للعراق سنة 2003 الحدستين دولي يعتبر بمثابة التحولات في قلب المنطقة العربية وقالت الدراسة أن الحدستين دولي أحداث 11 سبتمبر وأحداث 2003 في العراق بيمثلوا شرخ في العلاقة ما بين الشباب العربي وما بين الدول الغربية وقالت الدراسة دية أن الأحداث دية أثرت على نظرة جيل الشباب بالخصوص للأوضاع الداخلية في البلدان حالة الغضب والاحتجاجات ضد الأنظمة في دول المنطقة والمعتمدة على الدعم الغربي وتوقفت الدراسة طبعا عند التطورات اللي حصلت في أعقاب ثورات الخراب العربي اللي هي سنة 2011 وإزاي أن ثورات الربيع العربي أعقابها انتكاسات على مستوى الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية والثقافة والأوضاع الاقتصادية والكلام ده كله فكانت ثورات الربيع العربي بمثابة أمل لأولئي الشباب اللي قادوا الثورات دية النتيجة أن الثورات دية تحولت من ثورات للربيع العربي إلى ثورات للخراب العربي النتيجة الشباب حسب صدمة غير عادية خاصة أن الثورات دية أعقابها انهيار اقتصادي وانهيار ديمقراطي وصفت الدراسة الشباب في قلب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأنهم جيل محروم حيث تسود خيبة الأمل والعجز وقالت أن الشباب العربي حاليا بيشعر بعدها مرضى كبير في دول مثل سوريا واللبنان واليمن والسودان والأردن والجزائر وتونس وفلسطين والعراق والليبيا يعني غالبي الدول المنطقة العربية ليه حضرتكم؟ الشباب كان عنده أمل كبير جدا في عملية التغيير الشباب كان متصور نفسه أنه هو بيقود عملية التغيير عمل ثورات الربيع العربي المزعومة النتيجة اكتشف أن الثورات دية تم اختطافها من قبل قوة إرهابية وقوة سياسية بتلعب بالبيضة والحجر النتيجة أول ثورات للتغيير بيقودها انهارت حصلت فيها هزيمة النتيجة حصلت للصدمة الكبيرة النتيجة انهار وهناك دول يشعر فيها الشباب برضى مرتفع مثل المغرب ومصر حيث تفيد الاستطلاعات بأن معدل الرضى مرتفع نسبيا وهو الأعلى من ضمن الدول الاثناشر اللي شملتها الدراسة أعلى مؤشر لزيادة شريحة الأغنياء بيسجل في الجزائر اللي ما يزال نظامها الاقتصادي محكوم بقواعد شبه إشتراكية يعني على المستوى الاقتصادي تعتبر دولة الجزائر الشباب فيها راضي جدا كما يلاحظ ان البلد يسجل أعلى معدل لارتفاع نسبة الميسورين ضمن شرائح الطبقة الوسطى دالة اللي هو في دولة الجزائر الدراسة بترسم خارطة لمظاهر الخف من المستقبل عند الشباب في المنطقة العربية وبتسجل أكبر نسبة مخاوف من المستقبل تتجاوز النسبة 50% لدى الشباب في كل من سوريا واللبنان تليها نسبة بحوالي 30% انه هم غير راضين عن الوضع لدى الشباب العراقي والتونسي بينما يسجل معدل خف كبير جدا بنسبة حوالي 20% في مصر واليمن والأردن والسودان يعني يا دوبك 20% من الشباب دولي في الدول دي بيشعروا بعدم رضا ولا تتجاوز نسبة الخف الكبير من المستقبل 15% عند الشباب في الجزائر وفلسطين والمغرب وليبيا اللي بيسجل لدى شبابها أدنى معدل خف من المستقبل ده حاجة غريبة جدا في فلسطين؟ آه سعدتك في فلسطين وليبيا والمغرب والجزائر ويوجد معدل اطمئنان على المستقبل متوسط إلى ضعيف يعني من حوالي 20% لـ 30% في 8 دول بينما يسجل أدنى معدل اطمئنان على المستقبل عند الشباب في سوريا ولبنان حوالين بقى الخوف من المستقبل عند الشباب في المنطقة العربية كشفت الدراسة أن فيه 8 عوامل أساسية لعدم شعور الشباب بالأمان في المستقبل اللي زي الوضع الاقتصادي الصحة الضغط النفسي الخوف من خطر مصدر العنف والألأ بشأن عدم الحصول على الغذاء والخوف على مستقبل العائلة والخوف من احتمال اشتعال صراعات مسلحة وصولا إلى القلق بشأن المصاري المهني الشخصي ديت مسببات الألأ لدى الشباب العربي الدراسة ديت أيضا كشفت أبعاد خطيرة لمدى عمقه والتساع دوائر العنف اللي بيتعرض لها الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مستويات زي العائلة والضغط النفسي والاستغلال الجنسي وصولا إلى دوائر أوسع في المجتمع والدولة وبيعتبر الأردن الاستثناء الوحيد من بين دول المنطقة اللي شمالتها الدراسة اللي بيسجل تراجع كبير في معدل الرغبة في الهجرة لدى الشباب يعني في قلب دولة الأردن الشباب الأردني مش عاوز يهاجر لأنه هو راضي عن وضعه الاقتصادي ويبرز الباحثون أهمية متزايدة لوسائل الإعلام الحديثة والرقمنة في التأثير على توجهات الشباب ونظرتهم للحياة والمستقبل وتفاؤلهم بإمكانية الحصول على فرص أكبر رغم هيمنة الشعور بالحرمان والخيبة لدى قطاعات واسعة من الشباب يعني الشباب شايف أن السوشيال ميديا أساسا تعتبر بمثابة فرصة ليهم كويسة جدا يقدر أنه هم يحققوا فيها ذاتهم بشكل كبير جدا جيل محروم الشباب العربي بعيون باحثين ألمان طبعا أنا عاوز أقول لحضراتكم أنا يمكن مرت على الدراسة دي بشكل سريع الدراسة مستفيدة جدا عاوز أقول لحضراتكم إن الجيل ده معزور على الرغم من إن إحنا بنتصدى للحرفات الشباب على السوشيال ميديا لكن خلونا نتفق كل اليوتيوبرز وشباب التكتوك اللي تم إلقاء القبض عليهم بتهم طبعا المساس بالقيم الأسرية والقيم المجتمعية كنا دايما على طول على الرغم من إن إحنا بنهاجم الظاهرة ديت وبنثني على تحركات النيابة العامة على السوشيال ميديا والتصدي لظاهرة الانحرافات والانهيارات اللي اجتاحت الدولة المصرية في السنوات الأخيرة ونجحت الأجهزة الأمنية والأجهزة القضائية والنيابة العامة في إنهم يحجموا من الظاهرة ديت قلنا ده شيء رائع جدا لكن على الجانب الآخر أنت ما ينفعش إنك تتعالج أمنيا وقانونيا فقط لسبب بسيط للغاية أنت إذا نجحت فإنك أنت تعالج قانونيا سوف يظل الشباب المصر والشباب العربي بمفردهم في مواجهة عصابات ومافيا عالمية دول كاملة بتنفق مليارات الدولارات من أجل إثارة الرأي العام في أي من دول المنطقة زي ما حصل قبل ثورات الربيع العرب وفي أعقابها الشباب مدفوعا بجواه أحلام ومشاعر وأحسيس ورغبة في إثبات الزات والكلام ده كله اتلاقى نفسه في مواجهة طوفان عالمي أخذوا أخذ عزيز مقتدر ثم جعلوا أداء من أدوات الخراب العربي النتيجة الشباب تصور أنه هو الذي قام بالتغيير النتيجة الشباب فوجئ بأن الدنيا خراب والدنيا بتنهار وأنه هو اندحك عليه وأن اللي حصل ليس سوى مؤامرة في قلب المنطقة العربية كان هو جزء من أدوات تنفيذها النتيجة صدمة للشباب العربي دلوقتي حضرتكم بتلاقوا الشباب العربي غرقان في السخافات والتفاهات بتاعة التكتوك والفيديوهات إياها بتاعة الريلز والكلام الفاضي ده كله طب شبابنا استفاد إيه؟ مع الأسف غالبية الشباب العربي لم يستفد أي شيء أساسا من ثورة تكنولوجيا المعلومات بينما الشباب على مستوى العالم نجح في أنه هو يطوع القدرات التكنولوجية لمصلحته طب ولادنا فين؟ ساعتك محدش بيهتم بيهم وأي حد يقول غير كده يبقى جاهل تكنولوجيا ليه؟ 99.9% من قيادات الحكومات العربية متخلفين تكنولوجيا النتيجة مش فاهمين حاجة ولادنا لوحديهم في قلب السوشيال ميديا ولادنا معذورين ولادنا لابد من إنقاذهم من فوق صفحات السوشيال ميديا ولذلك الدراسة دي تدقت أجراس الخطر ولذلك احنا بنقول ربنا يسترها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر